دكتور جاسم برحب السلام علي يا فندم عليك وعلى كل زمائلك في الاعداد وعلى مصر عم الدنيا كلها برحب حضرتك معانا على ميسات واننوارنا يا فندم بداية حب أعرف هي الدولة الخالجية الأولى والعربية بعد كامب ديفيد من 40 عام التي تعلن السلام مع إسرائيل اقتيار التوقيت دكتور جاسم أولا يجب أن نعترف بأن العالم العربي يمر بمرحلة صعبة وقاسية جدا تدنت الأوضاع إلى مرحلة الصفر إلا أن الرباعي جمهورية نصر العربية المملكة العربية السعودية الإمارات العربية والبحرين كان لهم توجه بإنقاذ هذه الأمة أن تأتي هذه المبادرة في هذه الأوقات الرهيبة فهذا عمل بطولي يجب أن نقف احتراما لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لا يجب أن نخضع لهذه الممارسات التي دائما تأخذنا إلى الرفض ثم نخسر الكثير الآن العقليات المستنيرة تتكلم عن المباحثات والمفاوضات الحقوق لا تأتي بالرفض بل بالمفاوضات وبالاجتماعات وباللقاءات فإذا لم يكن بيننا علاقات كيف سنتفاور كيف سنصل إلى تحقيق هذه الأهداف فالمبادرة جاءت في وقتها من يريد أن يتكلم لماذا هذا التوقيت سيضعون هناك عدة علامات واستفامات ولكن توقيتها هي لم تأتي بين يوم وليلة هناك مباحثات أخذت وقتها ثم لابد أن تخرج للصفح حتى يستطيع القائمون عليها من تحقيق الثمرات من خلال تطبيقها على أرض الواقع فضلي دكتور أحمد فؤاد برحب حضرتك كيف أندب معين وخليني أسأل حضرتك أهلا أستاذ ألفت وأهلا بالدكتور جاسم والسادة مشاهدين برحب حضرتك وخليني أسألك عن سبب تسمية الصفقة باسم إبراهيم ودلالات هذه فاندب يعني بعد تحية مجددا هذه خطوة جريئة شكرا حضرتك أشكرا الحقيقة السؤال المهم وهذه خطوة جريئة من الإمارات العربية الأشقاء صاروا هذه الاتفاقية بعد جهود مضنية واستفادوا من الخبرة المصرية أيضا الخبرة الأردنية في هذا المجال في هذا السياق أرى أن هذه الخطوة خطوة جيدة داعمة للحق الفلسطيني تطرح من جديد الملف الفلسطيني أمام الرأي العام العالمي الذي كاد أن ينسى هذا الملف بشكل كامل على هذا المنوال أرى أن التسمية متعلقة بأبو الأنبياء سيدنا إبراهيم الأمر يشير إلى التسامح إلى أن هناك أرضية مشتركة إلى أن من الممكن أن يكون بيننا حوار أديان أن يكون بيننا قيم مشتركة السماوية هذا هو المنشود على أرض الواقع دعينا أن نكون صراحاء ستكون هناك معركة شرسة تفاوضية بين الإسرائيليين وبين الجانب العربي الإمارات تنصق المواقف مع الجانب المصري مع الأشقاء بشكل عام طوال الوقت وهذا الأمر سيكون محل مراجعة طوال الوقت بمعنى السياسة الخطوة خطوة إذا انتزمت إسرائيل سنقدم كذا إذا تراجعت إسرائيل سنضغط بهذا الشكل أو بهذا النحو دكتور جاسم خليني أسأل حضرتك عن تصريح لوزير خارجية الإمارات أنوار قرقاش التطبيع مع إسرائيل يشجع السلطة الفلسطينية على العودة للمفاوضات مرة أخرى حضرتك شايف التصريح دي إزاي فانت؟ التصريح في محلة رغم أننا لا أتفق بأن الأمور ستمشي بهذه السرعة لأن كل من يرفض هذا الوضع اللي احنا وصلنا إلى هم دائما يعترضون على وجود أي صلح وإي تفاهم إذن وجود علاقة بين دولة عربية غير الدول التي هي معروفة بعلاقاتها مع إسرائيل يعني الواقع حتى أن يكون هناك تبادل سياسي بين مصر وإسرائيل الأردن وإسرائيل والفلسطين أنفسهم معترفين بإسرائيل ويتعاملون معها وشغالين فيها إذن لا بد أن نفتح باب أمل جديد من خلال دولة أخرى اللي هي الإمارات إن شاء الله يكون لها علاقة وتستطيع أن تفتح الأبواب أمام فلسطين لكي تطالب بحكمها نعم هناك خلاف بين حماس وبين المنظمة وبين الدولة ولكن يمكن اليوم بعد الاتفاقية التي بدأت تأخذ بصيص من الأمل بين إسرائيل وبين الإمارات الاتحاد الجماعي الاتحاد للسوء وليس للخير ولكن نحن نتأمل من خلال هذا التصريح اللي قال فيه معالي وزير الدولة الشيون الخارجية الدكتور أنورد بلاش أن يفتح باب آخر لاكتساب المفاوضات الجدية من خلال التفاهم مع الإدارة الأمريكية ونتنياهو رئيس وزراء إسرائيل كان فيه تصريح لرئيس الأمريكي بيقول ستنضم بعض الدول العربية الأخرى في الفترة القادمة وننتظر هذا سريعا وأيضا كوشنر أكد أنها ستنجح في دخول السعودية على خط التطبيع حضرتك شايف التصريح ده إزاي دكتور جاسم كل الدول التي تريد السلام يجب أن تتفاوض مع إسرائيل يعني أنا لا أستطيع أن أصرح بأسماء دول لأنني لا أعرف من هي الدول ولكن أستطيع أن أستنتج أن كل دول منطقة العربية يجب أن تغير من أفكارها البالية التي تتكلم عن مقدرتها على القضاء على إسرائيل نحن واقعين لا نستطيع القضاء على إسرائيل بهذا الكلام لكن نستطيع أن نحاور أن تنضم الدول وتأتي الدول العربية كلها لتعمل صلح بس الصلح مقابل حقوقنا أخذها للشعب الفلسطين وليس نحصل عليه نحن لا نحتاج إلى شيء كدولة إمارات الحمد لله علاقاتنا ممتازة مع الكل لكن الهدف الرئيسي هو الخضية الفلسطينية من الأساس يعني إذا أخطانا خطوة معنى هذا نسعى لحل خلافات موجودة لكن لا نتأمل كثير في الوقت الراهن نأمل من الدول الأخرى سواء خليجية أو عربية أن تنضم لاتفاقيات السلام مع إسرائيل شريط المبادرة العربية القديمة التي أذكر تكلم فيها المغفور للملك عبد الله بن عبد العزيز هذه السلام مقابل الأرض السلام مقابل حل القضية الفلسطينية السلام مقابل الاعتراب بدولة فلسطينية هذا الذي نأمل أن يأتي في الأيام القادمة إن شاء الله دكتور